بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مرة تانية كل طلاب وطالبات math grade 4 كل الأمهات وكل أولاء الأمور المتابعين معنا شرح المنهج الجديد في math grade 4 النهاردة إن شاء الله هننتقي مع lesson 10 front end estimation كل الأكسرسايزز هتلاقوها موجودة في كتاب الوزارة بننصحكم لناس اللي بتسأل على الدروس اللي فاتت هتلاقي الدروس اللي فاتت كلها موجودة في قيمة تشغيل math grade 4 2022 غطينا كل الدروس الوحدة الأولى وبيتخلل الدروس أو بين الدروس هتلاقوا مجموعة من المراجعات والشيتات الخاصة في math grade 4 بالمناسبة فاضل درس واحد بس في unit 1 بعد ما هندي الدرس ده إن شاء الله هننزل مجموعة من revision على math grade 4 بالنسبة ل unit 1 ما تنسوكش تدعمونا بلايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان نستمر في شرح math grade 4 front end estimation ايه والfront end estimation هو نوع من الاستيميشن بس بيعتمد على الفرست ديجيت ومعنى الفرست ديجيت يعني هو ذا اللفت ديجيت يعني دايما نقوله ان الفرست ديجيت هو الone's place وده مفهوم خاطئ عند بعض الناس ولكن الفرست ديجيت هو الhighest place بالنسبة لأي نمبر مديني تيبل وبيقولي لو سمحت عندك النمبر وهاتلي front end estimation بالنسبة لفرست نمبر عندي هنا 9 ديجيت نمبر 123,876,356 علشان نعمل front end estimation بنحدد الفرست ديجيت زي ما اتفقنا الفرست ديجيت مش هو لا 6 ولا 7 ولا 7 ولا 4 وانما الفرست ديجيت هو ذا اللفت ديجيت or the highest place يعني الفرست ديجيت هلاقيه الone والeight والسفن والتو طيب احنا علشان نعمل front end estimation ايه اللي احنا بنعمله ما بنعمل شاي حاجة كل اللي عليك انك هتحتفظ بالunderlined digit اللي هو الhighest place اللي هو الone بعد كده change all digits to try to be zeros يعني هنا هنكتب six zeros بالاضافة الى double zero so you have to write eight zeros يبقى أصبح عندي النمبر اللي هو 123,876,356 بالfront end estimation is estimated to be 100 million ونستخدم الكمس عشان تسهل لي ان انا نقرأ النمبر يبقى النمبر ده is estimated to be eight million seven million three hundred forty five thousand nine hundred eighty seven كل اللي عليك هنحتفظ بالseven keep seven as it is and change all digits to try to be zeros you can use camas to read the number seven million طبعا موضوع front end estimation ما فيش اي مشكلة طب ايه هي المشكلة اللي هتعبني ان هو هنا هيديني different forms طب احنا اخدنا ايه الفورمز اللي احنا اخدناه نفتكر بسرعة كده standard form ودي اسهل حاجة بعد كده اخدنا الword form والexpanded form سواء كنا استخدمنا الفاكتورز زي number seven سواء كنا استخدمنا الvalues زي number five و six طيب بالنسبة لnumber one هو مديني هنا standard form يبقى هنحتفظ بالfirst digit or highest place اللي هو seven and change all digits to its right to be zeros يبقى عندي هنا 70 million يبقى هنا this number is estimated to be 70 million eight thousand seven hundred twenty three is estimated to be eight thousand سهلة جدا number three بيقول لي nine milliard أو nine billion قلناه نستخدم كلمة billion بيستخدم كلمة milliard بالمناسبة بعض الناس هتقول لي انت ممكن من غير ما تكتب الstandard form بس طبعا ما نصحش انكوا تعملوا كده بس انا هعمل كده بس علشان الفت نظرك ان احنا مش لازم في موضوع estimation نكتب الstandard form هو كاتب لي هنا nine milliard يبقى لا يستخدم عندي هو nine والnine موجودة في المليارد طيب يبقى عندي مليارد so we have ten digits so you have to change all digits to try to be zeros يبقى انت هتكتب هنا nine zeros يبقى كل الحكاية it's estimated to be من قبل انا ما كامل النمبر nine milliard يبقى nine and nine zeros طيب واحد مش عارف يعمل كده هتضطر انك تكتب الstandard form nine في المليارد وتكمل four hundred and twelve million يبقى هكتب four hundred and twelve في المليارد seventy six thousand يبقى seventy six thousand don't forget to write zero in hundred thousand supplies and five five in one supplies and double zero in tens and hundreds يبقى اصبح عندي النمبر seven hundred and ninety five طبعاً لو مش عارف تعمل كده من غير لازم تكتب الstandard form أنا هنا اروحت نفسي، على إن أنا لازم اكتب الstandard form الأول و كنا أخذنا الكلام ده في الكمبيرينج و كنا أخذنا الابليكيشن يبقى نكتب 400 في الثالث بريد بعد كده عندي 795 يبقى نكتب 795 طيب سهلة جدا مكتوب هنا 9A 9B طيب يبقى نكتب 100 مليون ونكمل بقى عشان نكتب المليونز على بعضها عشان ما تتعبش 70 مليون يبقى نعدي هنا 870 مليون 870 مليون 5000 يبقى دابلت 0 على طول 60 plus 5 يبقى أصبح أنا كتبت النمبر just keep 9 as it is and change all digits to try to be zeros so we get 9 billion سهلة جدا next exercise كتب لي هنا 60 مليون plus 7 مليون يبقى أنا هنا 900 plus 80 plus 4 we can rate it as 984 سهلة جدا just keep 6 as it is خد بالك بعمل digits الموجودة عندك we have 7 digits so we get 60 مليون سهلة خالص 60 مليون is estimated to be 60 مليون آخر فورم موجودة عندي يسموها يخد بالك the expanded form using factors والكتاب الجديد العربي كتبها الصورة التحليلية ولكن الكتب American بيكتبها برضو the expanded form زي اللي احنا دي بالزبط فعايز تسميها الصورة التحليلية برضو فيش مشكلة أو expanded form using factors لذلك بعض الناس تكتب اللي تعليق على الكتب مكتب 8 times 10,000 plus 6 times 1,000 يبقى نحن عندك 80,000 plus 6,000 so we have 86,000 يبقى 86,000 500 plus 20 plus 9 يبقى 529 so we can estimate this number to be just write 8 by using front end estimation لقد بقى لك لأن ال estimation برضو ممكن يتقل فيه موضوع routing الذي سنقوله المرة الجاية لكن هذا نوع من ال estimation اسمه front end estimation نحن نضيفه في سبلات كما هي and change all digits to its right to be zeros so we get 80,000 80,000 طبعا موضوع سهل وبسيط ولكن نحن نركز على different forms of the number next exercise يقولي highlight or circle يعني choose the better front estimation for each problem in the table طبعا هنا مديني النمبر ومديك اختارين بس كل اللي عليك انك تعمل front end estimation طبعا مكتوب different forms standard form and word form وبعد كده تختار طبعا هنا مكتوب مكتوب 19,780,506 keep one as it is and change all digits to its right to be zero so we get 10 million طبعا هنا كده تين مليون كده تين مليون كده تين مليون يبقى انها كتب هنا 825 في 1000 619 619 keep it as it is to be estimated and change all digits to its right to be zero so we get 800,000 يبقى الانصر عندك تكون 800,000 طبعا هو مديني هنا اختارين 800,000 and 8 million next we have 10 digits and then 10 digits هنا 2 billion 567 million 814,000 sorry 900 keep two as it is and change all digits to its right to be zeros so get 2 billion or 2 مليار برضو يعني الاثنين صح هنا بقى يعني عايز يخدعني يعني ازاي هو كتب لي هنا 2 million وهنا 2 مليارد بس كتبها in letters يبقى انت هتختار هنا 2 مليارد in letters طبعا انت اذا عملت بانك تكتب standard form لكن هو خدعك هنا وجاب لك في الاختيارات different form اللي هي weird form of the number اللي هو ال estimated value اللي انت كتبتها next exercise مديني practice برضو على موضوع front end estimation use front end estimation for the following numbers 78 million 512 thousand 900 keep seven as it is and change all digits to its right so we get mister 70 million 70 million طبعا الموضوع اللي وسط جدا بنسبة ل 3 million 900 million 500 thousand to 231 keep 3 as it is the highest place and change all digits to its right to be zeros so you have to write nine zeros three groups of zeros زي ما اتفقنا عبل كده يبقى انا عندي هنا 3 million next we have the word form you have to write the standard form قلنا اوضح form عندي موجودة في الفورم هاو ميني ميليونز 75 ميليونز هنحدد بلايس البيريدز الاول دي اسهل طريقة يبقى كلمة ميليون اضعها خط زجزاج كده بعد كده كلمة thousand اضعها زجزاج برضو بعد كده الوانس ما بفيش حاجة بتميزها زي ما هي 75 ميليون يبقى نحن كتب هنا 75 وكتب كاما 622 622 1000 وبعدين 413 413 طيب عايز نعمل الستيميشن keep 7 as it is and change all digits try to be serious so we get 70 ميليون 70 ميليون so this number is estimated to be 70 ميليون number 4 5 times 10 ميليون plus 8 times 100 thousand اوه لحد هنا يبقى عندي هنا 5 times 10 ميليون يبقى هو ده اللي موجود عندي في الميليونز بس يبقى 50 ميليون بعد كده 8 times 100 thousand plus 9 times 10 thousand خلاص هو ده thousand يبقى عندي 890,000 890,000 سهلا جدا 4 times 100 plus 6 times 1 4 times 100 we get 406 so we get 406 كأنك بتكتب 3-digit number is estimated to be mister just write 5 and change all digits to its right to be zero so we get 50 million 50 million next we have the expanded form 800,000 plus 7,000 so we get 807,000 هنكمل 460 460 keep it as it is and change all digits to its right to be zero so we get 800,000 so this number is estimated to be 800,000 تعال نشوف استخدام ثاني لل front end estimation الجزء اللي جاي الإكسرسيزيز مش موجودة في كتاب الوزارة بيقولي estimate the sum or difference using front end estimation method طبعاً نحن نحس بفايدة الاستميشن هنا أن نحن نحن نجيب فائجة تقريبية حتى لو كان معنا يعني إمكانية أن نحن نعمل subtract أو نعمل adding طبعاً هذه المثالة بسيطة و سهلة 68 keep 6 as it is and change all digits to be zero 60 minus what minus 20 60 minus 20 is equal to 40 نلاحظ أنك تستخدم mental math 169 so it's estimated to be 100 plus 862 estimated to be 800 100 plus 800 is equal to 900 94 it will be 90 estimated to be 90 103 estimated to be 100 100 plus 90 equals 190 672 estimated to be 600 بردو نفس الحكاية نستمر أن نحن keep 6 as it is keep 3 as it is and change all digits to its right to be zero so we get 300 600 minus 300 is equal to 300 712 estimated to be 700 35 estimated to be 30 700 minus 30 cut 700 and write it as 600 plus 100 دي اللعبة دي نحن دس نحن بل كده على الفكرة figure 3 100 minus 30 is equal to 70 so we get 670 30 we will try to teach mental math مهم جدا 28 estimated to be 20 80 estimated to be 80 80 plus 20 is equal to 100 ما زلنا مع استخدام estimation or front end estimation في sum with difference 746 keep 7 as it is and change all digits to its right to be zero so we get 700 plus 300 we get 1000 547 estimated to be 500 16 estimated to be 10 500 minus 10 just cut 500 and write it as 400 plus Mr. 100 100 minus 10 is equal to 90 so we get 490 سهلا جدا next 72 estimated to be 70 925 estimated to be 900 900 plus 70 is equal to 970 251 estimated to be 200 minus 43 it will be 40 cut 200 and write it as 100 plus 100 100 minus 40 is equal to 60 so 60 plus 100 so we get 160 65 65 estimated to be Mr. 60 89 estimated to be 80 60 plus 80 it's easy is equal to 140 type 60 is equal to 6 tenths is equal to 8 tenths so ask yourself 6 plus 8 is equal to 14 tenths 14 tenths means what Mr. means 140 40 473 estimated to be 400 37 estimated to be 30 so you can subtract 400 we can write it as 300 plus 100 we know that 100 minus 30 is equal to 70 so we get Mr. 370 of the total 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 40 40 40 40 40